ومعنا عبر سكايف من بغداد أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين الدكتور حسين علاوي دكتور حسين أرحب بك معنا بالبداية يعني برأيك هذا البيان الذي أعلنته ثمانية فصائل عراقية مسلحة لها غطاء قانوني منضوية في هيئة الحجد الشعبي مقربة من إيران توعدت القوات الأمريكية بالتعامل بالقوة ما لم تنسحب واعتبرتها قوات غازية ومستعمرة كيف سيكون شكل تداعيات هذا البيان؟ يعني هي رسالة سياسية تحاول هذه القوة المسلحة والفصائل المسلحة أن ترسلها إلى السيد عدنان الزرفي وإلى القوة السياسية العراقية وهذا متوقع أنها تريد أن تذهب باتجاهين تجاه الأول أنها تعبر عن رفضها لمسارات تشكيل الكابينة الحكومية وهذا ما يتوافق مع الموقف الآن الغير معلم بصورة دبلوماسية ولكن بصورة سياسية سر بأن الإيرانيين هم بالضد من السيد الزرفي وكذلك بالمقابل قد يكون قوة سياسية داخل الفتح وكذلك بالمقابل قوة شعية رئيسية ما زالت تعارض السيد الزرفي إن كان في البرلمان أو كذلك في العملية السياسية وكذلك الرسالة الثانية هي تريد أن تضغط على النواب والمكونات الأخرى إن كان لدي العرب السنة وكذلك الأكراد من أن هذه الجلسة المرتقبة لعملية تشكيل أو الدفع بتشكيل الكابينة الحكومية ستكون هذه الفصائل بالضد منها وهذا بالتالي ما يكون له تأثير على الجانب الأمن لي أكثر من كثير على الجانب السياسي تحدثت في البداية وقلت بأن هذا البيان هو رسالة سياسية ألا يمكن توقع المزيد من الهجمات في المستقبل كما اعترفت هذه الفصائل وقالت بأن الهجمات التي طالت معسكر التاجي لم تكن إلا رد بسيط لها سوابق بتهديد واستهداف قوات التحالف هذا أولا ثانيا أليس من المستغرب عدم اشتراك تائب حزب الله مع هذه الفصائل الثمانية في إزار هذا البيان أكيد هذه الفصائل ستحاول إطلاق ما لديها من صواريخ كاتيوشي أو غيرها من المقذوفات الأخرى هذا ما يبدو أنه واضح في الأفق هي تريد أن تحول الآن المواجهة مع القوات الاستشارية التي تعمل مع القوات العراقية وقيادة العمليات المشتركة المواجهة قد تكون مفتوحة ما زالت لحد الآن لم تبدأ بهذا الخيار طبعا لكن على ما يبدو أن ملامحها من خلال هذا البيان هي واضحة أن تتجي في حال تكليف وحصول السيد الزرفي على الثقة التامة بعملية تشكيل الكابير ولكن هم يرى فعلا مستعدة لمثل هذه الخطوة لمواجهة الولايات المتحدة خاصة بعدما أعادت الولايات المتحدة تموضع قواتها ونصبت منظومة الباتريوت وحتى يقال بأن هناك خطة استراتيجية أمريكية لاستهداف قادة في هذه الفصائل الموالية لإيران يعني أكيد منظومة الباتريوت وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تتبحها قوات التحالف الدولي وفي مقدمة القوات الأمريكية هي محاولة للحفاظ على إعادة التموضع الذي تقوم به القوات الاستشارية الأمريكية وكذلك بالمقابل قوات التحالف الدولي وحلف الناتو من خلال تواجدها في قاعدة عين الأسد وكذلك قاعدة حرير وهذا بالتالي ما يسار أو يذهب أو تذهب إليه للإدارة العسكرية الأمريكية للحفاظ على القوات وكذلك استخدام استراتيجية ضبط النفس وكذلك بالمقابل دعم القوات العراقية من خلال محاربة الإرهاب وكبال المعلومات الاستخبارية وتوفير التدريب داخل هذه القواعد العراقية ولكن من جهة أخرى دكتور إحسين كان هناك انسحاب لقوات التحالف من خاصة القوات الأمريكية من قاعدة عسكرية أخرى بمدينة الحبانية في الأنبار طبعا بعد الانسحاب على مدى الأسبوعين الماضيين من القائم وكيون والقيارة هل هو أيضا يندرج تحت إعادة التمركز أم هناك خطة استراتيجية معدة؟ لا أكيد هي أولا بسبب الأوضاع كورونا وتأثيراتها على كل جيوش العالم اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو هذا الاتجاه والاتجاه الثاني هو كان مخطط قبل أزمة كورونا أن تعيد انتشار القوات الاستشارية في القواعد العسكرية العراقية وكذلك بالمقابل القضية الثالثة وهي قضية الاقتصاد والكلف الاقتصادية إضافة إلى القضية الرابعة وهي قضية التهديدات التي تأتي من الفصائل الموالية إلى إيران أو الفصائل المسلحة التي تقوم برمي صواريخ الكاتيوشة كذلك الطائرات المسيرة التي شهدنا أفلاما قصيرة عن قدرة هذه القوات أو التنظيمات المسلحة من تصوير بعض المواقع العسكرية وهذا بالتالي ما جعل الاتجاه الأمريكي يدهب إلى عملية التركيز في أجهود وكذلك العمل مع القوات العراقية باتجاه قاعدتين أساسيتات هما يوضفران الإطار الشرعي أو الإطار القانوني وكذلك الإطار العسكري والأمني لوجود هذه القوات الاستشارية بالتعاون مع قيادة الحمليات المشتركة شكرا على حضوري كمانا عبر سكايب من بغداد أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين الدكتور حسين علاوي ممتنى كثيرا على حضوري كمانا ترجمة نانسي قنقر